على الرغم من غيابه عامين عن منصب الرئيس وإدانته بتهم خطيرة ومتعددة إلا أن أضواء الشهرة عبر منصات التواصل الاجتماعي ظلت حليفة دونالد ترامفي أول تغريدة له عبر منصة تويتر بعد الحظر للمرة الأولى منذ تجميد حسابه لم تتغير شخصية الرئيس الأمريكي السابق والمعروفة بالأنفة والحضور وعنصر المفاجأة مغرداً إنه تدخل في الانتخابات ولن يستسلم دعياً مناصريها تبرعاً لصالح حملته الانتخابية وتصدر ترامب مجدداً ساحة التغطيات في الولايات المتحدة الأمريكية فبعد أقل من 24 ساعة على المناظرة الرئاسية الجمهورية التي غاب عنها باختياره سلم ترامب نفسه لسلطات سجن فولتون في جورجيا ليجري الإفراج عنه بعد تسديد كفالة قدرها 200 ألف دولار والتقاط صورته الجنائية في سابقة تاريخية لرئيس سابق الأضواء تسابقت على تناول العناوين الرئيسية لترامب كشفت عن رصيد جديد يضاف إلى ترامب من حيث المنافسة الانتخابية التي يؤكد أنه سيربحها في إشارة لحضوره وشعبيته الأمريكية الواسعة فهل يعود ترامب صاحب الجدل الأكبر في عهد رؤساء أمريكا السابقين؟ تساؤلات يترقب الإجابة عليها ملايين حول العالم سيما بعد وجود حالة استياء من إدارة بايدن في ظل المواقف الأمريكية والتي برزت في الحرب الروسية على أوكرانيا اشتركوا في القناة